أنواع المحاذى يمكنك إجراء عملية المحاذى للخلايا المحددة بإحدى طريقتين حدد الخلايا التي تريد عمل محاذى لها يمكن النقر على زر المحاذى لاختيار المحاذى التي تريدها سواء بالنسبة للمحاذى الأفقية أو العمودية ويمكن بطريقة أخرى باستخدام الأزرار الموجودة هنا يمكن عمل توسيط على سبيل المثال أفقيا أي بالنسبة للصف نفسه لاحظهما تم توسيط النص ضمن نفس الصف أو لاحظهما عمل محاذى للأعلى أو للأسفل إن أردت ذلك اختر توسيط بالنسبة للصف ويمكن عمل توسيط بالنسبة للعمود بالنقر على توسيط النص لاحظهما تم توسيطه بالنسبة للعمود ويمكن عمل محاذى لليسار أو لليمين بالنسبة للنص اختر توسيط بالاتجاهين كذلك يمكن اختيار النص الموجود هنا في هذه الخلايا واختر عملية التوسيط بالنسبة للنص لاحظ هنا حدد هذه الخلايا كذلك وقم بعمل التوسيط ليتم توسيط جميع الخلايا يمكن على سبيل المثال اذا كان عرض العمود بالنسبة للصف الاول او العمود الاول يمكن ملاحظة ان النص خارج عن الخلية يمكن جعل النص على سطرين باختيار الخلية ثم انقر على هذا الزر الذي يقوم بعملية التفاف النص على عدة سطور لاحظنا تم التفاف النص على عدة سطور